موسيقى أصدقائي المشاهدين والمستمعين من حياتكم عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة عالسطر الخوف عند المواطنين اللبنانيين عم يكبر خصوصا المرضى منهم اندلاع الحرب بغزة وعلى الحدود الجنوبية للبنان هل ينظر بأمر خطير على القطاع الصحي صار في اجتماع بهالخصوص كيف عم تتحضر اليوم المستشفيات لحتى ممكن انه تستوعب اكبر عدد ممكن من المصابين هيدا كمان عنوان رح نطلع عليه اليوم مع ضيفنا نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون اما ملفنا فهو عن موضوع النزوح يعني هل لازم يعني المواضيع فيها خطر وجودة باعتراف المسؤولين والمعنيين بلبنان خطر وجودة على لبنان وعلى اللبنانيين يهدد مصيرهم مصير وجودهم بلقم تعيشهم بصحطهم هل يعني لازم ينوضع على الرف لان يعني الامن اليوم بخطر وخصوصا على الحدود اللبنانية وبغزة كيف عم يتعاملوا مع هالموضوع اليوم كمان النزوح الداخلي كشو عم تعمل البلديات في رفض كمان من بعض البلديات لاستقبال النازحين السوريين من البلدات الجنوبية الحدودية هل هيدا رح يولد انفجار غيرها من العنوين اللي رح نضوي عليها بالإضافة إلى اقتراحات اليوم القوانين اللي عم تتقدم لمجلس النواب بخصوص النزوح اليوم مع ضيوفنا النائب الياس جراضي وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين اليوم النائب الياس حنكش رئيس بلدية الرميش ميلاد العالم وغيره من المعنيين إذن البداية إلى القطاع الصحي وهو الأهم أهلا وسهلا فيك نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس ليمان هارون أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان السباح الخير لأيكم المستمعين يعني بيظل على الوضع اللي عيشته أو عيشه القطاع الصحي بلبنان هل المستشفيات اليوم يعني بقدرتها التعامل مع حالة حرب استجدت؟ شوفي ما فيه جروزية مطلعة يعني أول كالشي يتوقف على نوعية العمليات العسكرية اللي بدأت تصير إذا بدأت تصير بوحشية اللي شفناها بغزي الخطاع الاستشفيات في لبنان أكيد ما فيه يصمد كتير شفنا أول ما فاته على الخطاع أو بلشت الحرب على الخطاع ضربوا المستشفيات عمدا يعني هذه شاء اللي قد ما تكون المستشفى جاهز إذا انضربوا ما فيه شيء بقى اسمه جروزية ما دي من ناحية؟ من ناحية الثانية فلينا ناخد مثلا حرب الـ 2060 إذا كانت العمليات العسكرية بمستوى العمليات سنة الـ 2060 صحيح أن المستشفيات حاليا مش كلها جاهزي وبنفس الوضع اللي كانت عليه في الـ 2060 ولكن الأمكان أنه يدين عمل شبكة مستشفيات تغطي كل المناطق اللبنانية اللي تقدر تتحمل استقبال الجراحة نشوف مين المستشفيات اللي قادرة من ناحية العناصر البشرية من النواحي المادية ونتواصل معها ونطلب منها أنه ترفع جهوزيتها لحتى تكونوا جاهزي وصار فيه اجتماعات بوزارة الصحة الحقيقة اجتماعين بي هالموضوع هذا لحتى نكون حاضرين لإله طيب شو الاجتماعات اللي صارت؟ شو المقرارات اللي اتخيزت؟ كمان خصوصا أنه كانوا حاضرين نواب وزير الصحة القطاع الاستشفائي بيرمته يعني شو الاحتياطات اللي بيتوجب اليوم على المستشفائة أنه تاخدها لحتى تصمد أكتر؟ لا سمح الله إذا اندلعت الحرب في أول اجتماع كان باني وبان معالي وزير الصحة القول إلى درس على ما يبدو يمكن أن أطع الخط بيننا وبين اليوم نقيب أصحاب المستشفائية الخاصة رح نحاول نتصل فيه لأنه هذا موضوع أساسي بالنسبة لللبنانيين نحن يعني بزمن هلأ القطاع الاستشفائي مترهل موازنة وزارة الصحة كمان يعني منا موازنة بيقدر القطاع الاستشفائي خصوصا بالمؤسسات والمستشفائي الحقوبية يصمد كتير معاولين على القطاع الخاص شو أسفرت هالاجتماعات شو الخطة ألف وباء اللي نوضعيت وخصوصا أنه نحن عم نحكي كمان عن موضوع دمج المستشفيات شو يعني دمج المستشفيات يعني فيه مستشفيات مش قادرة تكمل بظل الوضع الخطير اللي عايشينه باللبنان على القطاعين يعني الاقتصادي والمالي جعل عديد من المستشفيات مش قادرة تصمد إلا المستشفيات الكبيرة فاليوم إذا صار في حرب شو هي الاستعدادات خصوصا بموضوع المستلزمات الطبية داي ممكن أنه ضاين يعني فيه حكي عن أنه ثلاثة شهر هال ثلاثة شهر بيكفوا أنه نحن يكون عندنا مستلزمات ماذا عن المستشفيات الجوالي اللي لازم تكون موجودة خصوصا بالمناطق الجنوبية كمان يعني كيف لازم يتعاملوا بهالإطار كمان يعني كل هالإشتماعات لوين رح تود للحقيقة نحن رح نرجع نتواصل اليوم مع ضيفنا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس ليمان هارون يعني مجددا كنا عم نحكي عن الاجتماعات اللي صارت بين القطاع الاستشفائي برمته ووزير الصحة فدخلنا بالتفاصيل ما بعرف أي أشياء نقطع الخط بس بنت أقول أنه صار فيه اجتماعين اجتماع أولا بيني وبين معي لوزير الصحة لها حتى نحكي عن كيفية جروزية المستشفيات وكيف نعمل خبك اللي حكينا عنها بكل المناطق والاجتماع الثاني جمع كل العاملين الانجي اوز بالمنظمات العالمية اللي عامل بالخطاع الصحي باللبنان مثل منظم الصحة العالمية صليب الأحمر العالمي صليب الأحمر اللبناني مدسان سون فرونكيار مدسان تموت إلى آخرية وكل واحد عامل عرض شو إمكانيته وشو الإشتاء اللي ممكن يقدمها لحتى بعدين ينجمعوا كلهم سوا بخطة متكاملة لمواجهة الأحداث إذا صارت وإذا طورت إلى أكتر ما هي بالوقت الحاضر يعني أنا اللي بقوله أنه باحتصاد أنه أكيد ما عندنا جروزية مطلقة ولكن نتأمل أنه نوعية العمليات العسكرية إذا لسا ما حلها صارت تسمح للمستشفيات أنه تظل تقدير تستعب المرضى وتقدير تتحرك طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن المستزمات الطبية عم بينعال أنه بتكفي لتلت شهر يعني اليوم القطاع الاستشفائي من مستزمات وغيرها يعني اليوم بالمستشفيات هل لازم أنه يكون في عنا استيراد أكتر لازم يكون عنا تحصين أكتر بهالشي؟ هو التلت شهر للحقيقة مش موشود بالمستشفيات لأنه المستشفيات بوضع الحالي مش كلها فيها تعمل مخزون لمدة تلت شهر يعني كنا من الأول نعمل مخزون الحالات الطبيعية لمدة شهر كحد أخصى هلأ بالوقت الحاضر من نعمل مخزون لمدة جمعة جمعتين هلأ طلبنا شهرتين من المستوردين أنه يستوردوا كمية زيادة وأن المستوردين حاليا إجمالا عندهم مخزون بمستوضعاتهم لمدة تلت شهر عدد من المستشفيات عندهم لمدة شهر أو شهرين ولكن المخزون الموجود حاليا مفتكر منه عاطل يعني مطمئن نوعا ما رح يرجع يتدعم من قبل المستشفيات ومن قبل المشتوردين نعم ليش عم ينقال مستشفيات المواجهة بلبنان لتصمد أكتر من 72 ساعة يعني بحالة الحرب يعني ليه هالكلام عم ينكتب وينقال ويتعمم مالكيك ما فيه جهوزية مطلقة كله شي نسبة حسب شو الحرب يلي بدأ تصير يعني الحرب الوحشية يلي عم تصير بغزة يعني ما كان حدا بيتصور بالعائل أنه بتصير بيستهدفوا سيارات الإسعاف استهدفوا على الفوت أربع مستشفيات طلبوا من مستشفى مثليني جراحة الإخلاق يعني هذه بحالة مثل هذه أي مستشفى بتقدر تصمد لا 72 ساعة ولا أقل ولا أكتر إذن يعني نحن بنتوقع أنه يكون فيه أساوة بالمعارئ بس ده شيء هالأساوة نحن ما بنقدر نعرفها مسبعا نحن علينا تحطير وهذا عم نعمله ما ناخد الأمور مثل ما هي عم تيجيه ولكن الحد الأقصى يلي ممكن ينعمل كوني أكيدة أنه عم ينشغل عليه وعم ينعمل لا حتى نكون بأقصى جهوزية ممكنة ورجع تكرر أقصى جهوزية ممكنة ما فيه جهوزية تامة مية بالمية نعم طب شو قصة المستشفيات نحو الدمج هل فيه دمج يعني اليوم بين المستشفيات الصغيرة والكبيرة وشو الهدف من عمليات الدمج؟ هلأ متل ما بتاع فصار فيه عمليات دمج مع ستة وسبع مستشفيات صغيرة مع مستشفيات كثيرة وهيدي إجيت لحتى المستشفيات يلي مدمجت مع المستشفيات الجامعية كانت بحالة يعني منها كتير متينة من الناحية المادية نعم كانت تمر بشعوبات مادية وما كانت تقدر بتكفي إجيت مستشفيات الجامعية عندها الإدراء من ناحية الموارد البشرية والنواحة المالية أنه تضم لألة ضمن إطار معين يعني فيه محلات ضمن إطار إداري يعني فيه محلات ضمن إطار مالي لا حتى تقدر تقالي وما نخسر هالمستشفيات لأنه ما كان بقي حل إلا أنه يا إما تسكن يا إما تيجي مستشفى كبيري بضم لألة هلأ صاروا العمليات اللي صاروا وبعد شيء كمان مباحثات جارية مع عدد من المستشفيات يمكن نشوف كمان عمليات دمج إضافية وهذه الشغلة منيحة بتحافظ على المستشفيات من مالي وبتحافظ على الوظائف يعني لا تصريح للموظفين فيه حال عمليات الدمج لا بالعكس بالعكس يعني اللي بعمليات الدمج مفروض إنه المستشفيات اللي كانت متعثرة ترجع تمشي منيح وبالتالي رح تطلب إنه يخدم موظفين جدد أبداً ما رح يصير فيه خسارة وظائف من جراء الدمج لكن الحال نحن رح يكون ضيفنا وزير الصحة يعني إن شاء الله بالزمن القريب اليوم شو قصة المشكلة بالتعرفة بالقوين الأخيرة بخصوص المستلزمات نحلت ولا بعد ما نحلت لا احنا هم نحكي بموضوع غسيل الكلة لا للأسف ما نحلت بعد وبعنا بالمفاوضات فيها هذا موضوع خطير جداً جداً يعني موضوع غسيل الكلة مرض غسيل الكلة السطن دقيقة كتير ومشاكل ما لازم تطول لازم تليح نعم نتصور نحن والضمان الاجتماعي وكمان مع معالي وزير الصحة لها حتى نلاقي حل لها الأمر هذا إن شاء الله بالقريب العجل شكنا لأقناقيب أصحاب المستشفات خاصة المهندس ليمان هارون أصدقاء المشاهدين أصدقاء المشاهدين والمستمعين فاصل ونطابع ملف اليوم عن النزوح الداخلي والنزوح السوري بلبنان والنزوح الداخلي يعني من المناطق الجنوبية واقتراحات القوانين بشأن النزوح والاقتلافات اللي عم تعمل اليوم كيف بدها تصير واقع لقونا بعض الفاصل مع النائب اليس جرادي ومعنيين أصدقاء المشاهدين والمستمعين نتبع نحن ويكون نقطع سطر عبر إذاعة صوت لبنان لنحكي عن ملف النزوح الوضع على الرف يعني بوقت وطيرة النزوح اليوم يعني إلى ارتفاع وإلى تصاعد رغم الأحداث بغزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية يعني كأنه النازح غير معني بما يحدث بلبنان يعني هو عم بيقولولنا عم بيهرب من الحرب بس جاي على الحرب على لبنان يعني قصة هالنزوح قصة اليوم شو عم ينعمل بهالإطار نحنا بنعرف أنه وزير الخارجية رح يزور سوريا بس هو قاله أنه ما رح يشيل الزير من البير نحنا كيف رح نواجه هل نوضع هالملف على الرفح على الرف بانتظار شو بده يصير من أحداث بغزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية خلينا نرحب بضيفنا أنه قبل يس جرد أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير للجميع ولكل المستمعين والمشاهدين يعني عم نتابع عم نلاحظ يعني أنه وطيرة النزوح تتفاعل رغم الأوضاع بلبنان يعني برأيك ليش هنا عم بيقولولنا عم بيهربوا من الحرب ما نحنا الحرب يعني ما بنعرف أي متى رح تمدل على بيئ لبنان وشو عم بيصير بغزة ولبنان مهدد فشو القصة شو عم بيصير أواشي ما فينا بهذه الظروف هذه وخاصة اختلطت الأمور على بعضها وصار في أولويات وإنما لا يسقط أي أولوية عن أولوية تاني نحنا بعملنا وبرؤيتنا وبهالمناسبة اللي عم نشوف أنا بس حابب عبر أثير صوت لبنان وجه تحية لك للطاقم الطبي الموجود هلأ بفلسطين المحتلة وخاصة بغزة ويكون وقفي ضمير وإنسانية لكل المستمعين والمشاهدين ويعرفوا أنه فيه اتفاقيات اتفاقية جناف التي تحذر التعرض المدنيين والخاصة بالطاقم الطبي والمستشفيات والصحفيين والصحفيين أيضا أن يعلموا ماذا يحرف في غزة اليوم بس أنا حبيت ضوّع الشغلي وأن يكون هاي دي نقطة ضدامن من كل الإنسانية وخاصة الشعب العربي والطاقم الطبي العربي هلأ بتحدث أنا كطبيب دعني أنا طبيب نعم بس حبيت ضوّع على هالأمور هاي دي نرجع لموضوع بن هللان هو يسمى النزوح يعني هنا دهو عنوان وهي الاتفاقيات وسميه النزوح للأسف كان في غياب للسلطة أو للسلطات المتعاقبين هل هي كان غياب ممنهج مدروس أو مغفل أو يستغفل أو كل شيء أو كانوا كلهم أو كانوا كلهم أنا ما بدي يكون بمنطقة أعمل حالي قاضي وأحكم بس أنا عم برفع بس أنت حضرتك نائب بالبرلمان بتحاسب بوجع إسئلات بدي بدي تحاول تكون موضوعي بس احتراما للمشاهدين أنا إحاءاتي تواسعة إيه بس ما فيك يعني تتخلى عن مسؤولية نائب ببرلمان لبناني شغلته يرائب وحاسب أنا عم بحكي عم بحكي أقول هل هي كانت عن استغفال أو مغفل متواطئ أو الكل جميعا خلي المشاهد هو يستنتج لما كنا عم نواجه لما كان المجتمع اللبناني عم بواجه هالأمور ونحنا هون برأنا بأكد لما رفعنا الصوت نحنا بمسؤوليتنا موقع المسؤولية الناس تهمونا بالفشية وباليمين والمتطرف وكل هالتوصفات اللي هي كانت بما كان معين لثنينة بالإحاءاتي أنه مت قدمه وصار في كتير ضغطات علينا لحتى ما نقدمه بالمباشر وبالغير مباشر عم نحكي عن اقتراح القانون هلأ رح نحكي فيه هلأ يمارس ضغط لما تعرف الضغط اللي كان من مين عم بيمارس؟ رح نسمي ورح قول لما تعرف كمية الكمية الضغط الهائلة اللي مورس عليك لحتى ما تقدمي من مين؟ من كل الجمعيات من كل السفرات من كل بعض المدعين السيادي وغير السيادي واللي تموا اللي هربوا اقتراح القانون للإعلام لحتى يعملوا علينا ضغط قبل ما نقدموا وتصويرنا بيأبشع الصفات هلأ مننا نحكي عن الصفات اللي وصفوكم فيها هلأ مننا نحكي بس قبل بس أنا بدي ضوّل لتعرفي هالكم من الضغطات اللي مورس لثاني نالا حتى ما نتعاطى بهالموضوع هذا وما نقدم اقتراح القانون لتعرف قداش كان فيه ضغط لحتى يفوتوا قداش كان فيه شيء كانت مزبوطة يعني فعل التآمر والمؤامرة كان مزبوط طيب هلأ كمان فعل التعامر والمؤامرة من قبل يعني عم نشوف انه الوضع بلبنان ينزل به غبر وعم نلاقيه لانه فيه فيه تخاذل كمان فيه مؤامرة من مال وفيه تخاذل من مال أنا ما بدي أتهم الجميع لانه لما يكون فيه ناس يكون عندهم جرأة يرسموا قوس قزح بهالوقت هيدا ويدافعوا عن ألوان قوس القزح أنا لستوا مع بنت قدم بهالشي وكانوا بهالجرأة ما كان عندهم جرأة يمضوا على هالقانون هذا مين؟ هذا شو؟ واللي الداعوا كلهم هلا بنحكي بالتفصيل عنه أنه عنا قوانين بحجة نحن ما عنا قوانين نحن عنا قوانين ما يكفي من اتفاق الطائف ليعمل دولة ويوصلنا لدولة إلى أسس وإلى إمكانيات وعنا كان ما يكفي من القوانين لمنع سرقة المودعين وعنا ما يكفي من القوانين لتمنع انفجار المدفع وما يكفي من القوانين لتحسين الخضاء شو أصدك تقلي؟ يعني بنحاوذي لعب يتحججوا أنه عنا قوانين لشو عب تقدم اقتراح القانون؟ لأنه كل اقتراحات القوانين والقوانين ما عم تتطبق مش العبرة بين القوانين اللي العبرة بتطبيق القوانين هلأ بديكي عنه معلش خليني بس قبل اليوم عم وجهتلك سؤال بالبداية رغم كل الأوضاع الخطيرة اللي يعني بعد ما بنعرف يعني درجة خطرتها بلبنان عملاقي وطيرة النزو عم تكبر وعم تكتر هل في الأمر أنه كمان فيه نزوح من الجنوب اليوم للبنانيين موجودين هونيك عم بيروحوا السوريين يعضوا ببيوتهم وفيه نزوح من السوريين كمان على مناطق أخرى عم نحكي عن خطر انفجار ممكن يصير بالداخل من ورا قصة النزوح معاك؟ وكل فيها أكثر من أنه ما أنت كمان عبتوحي إلى ما قوليها دغري بشكل مباشر لا مقصود كل هالعمل لما يمنع على الحكومة وعلى المؤسسات اللبنية أن تتعاطح على الأقل تنظيمه على الأقل تنظيمه ممنوع لما يكون فيه قرارات ومواقف دولية تدعي اللبنان واللبنانيين إلى عدم التعاطي بهالموضوع أغفاله وكأنه شيء مش موجود والدفع به مش نزوح طوافين ديموغرافي طب هدا يطرح ماذا؟ هدا يطرح ماذا؟ هدا الآن ما نكون مغفلين هني هاودي لاستخدامهم بمكان معين نحكي بالفم الملآن واللي خليها يعرف لحتى ما نكون عم نتخبأ استخدامهم ورق الضغط على الشعب اللبناني على الحكومة اللبنانية على الوضع السياسي عم يدفع فيهم لاستخدام ورق الضغط بمساوات معين لا ما يكون في عنا كيان لبناني قوي بوقت من الأوقات عم يدفع فيهم لاستخدامهم بالسياسي لاستخدامهم بالمواجهات لاستخدامهم لاستخدامهم نحكيها أنا هيدا شعوري بتقليلي عندي أنا هيدا هو يعني اليوم انت حضرتك كنائب موجود يعني منقول وين النواب اليوم؟ ما حيسبوا الحكومة اليوم على كلها التخاذر وكلها السنوات ما عنا خطة هلأ طلع وزير الداخلية وعطى مؤررات اليوم في عنا بلديات عم تطلع بتقول أنا مش قادرة طبق المؤررات أنا ما في عندي شيء بين إيدي لا عندي شرطة بلدية لا عندي معدات ما عندي وراء إذا بدأ تكتب يعني محاضر ضبط وغيرها أنا اللي بدي أسألك هلأ بالمباشر في خطر مستجد اليوم من وراء النزوح السوري من الجنوب يعني من الحدود اللبنانية على المناطق الأخرى واللي صار برميش ممكن يتكرر ونحنا يعني ينظر بخطر كبير وإنفجار بالداخل قبل ما نحكي عن القانون دعني أليك شيء هي مش بس ممكن يتكرر ممكن يتكرر يتدحرج يتفاعل ينفجر نعم لكننا نحنا عم نشوفه وكان التزامنا كرجل بن هلالين مسؤول بموقع مسؤولية وما فينا نكون متفرجين هاي كان تعطينا بهالموقع وكان تعطينا إنساني بس نحكيها على المشروع نعرجع نفسه أكتر هو تعاطي إنساني نحنا متعطفين مع الشعب السوري إلى الآخر نحنا ليسوا موجهة إلى الشعب السوري ولكن نحنا ما بدنا هالأمور تتفلت وتصير ردات فعل بالشارع وتصير ردات فعل مضادة ويصير فيه فعل وردة فعل ويصير فيه تصفية حسابات نعم بكل هالأمور هايدي هيدا الأمر هيدا أخذوا إلى المؤسسات والتعاطي معه من خلال المؤسسات من خلال الدولة المؤسس الأم بالوقت الحاضر هو مجلس النواب نعم لننتقل نحن وياك إلى اليوم غرفة الأخبار الاتراع على آخر المستجدات بجنوب لبنان وحرب غزة إذن مواكبة لما يجري في غزة أفاد الجيش الإسرائيلي عن خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في جنوب غزة اعتبارا من التاسعة صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح أكدت حركة حماس قبل قليل أن لا معلومات لديها بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية في وقت نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح إذا كان ذلك آمنا ابقوا معنا لموافاتكم بكل جديد ترجمة نانسي قنقر قدرت باش على نقيب المستشفيات لأ نحنا هلا عم نحكي عن النزوح بس لحظة باش لحظة تفضل بس لا ياخد عبرة قاعد عمالي بيحكينا إنه ممكن إذا صار نحنا بدنا نتوقف عن العمل ليش هن ماشيين حالا لك يروح يشوفوا بغزة العالم ما يتقلوا 8 أيام محاصرين وبعضهم عم بيطببوا بالورقة وبالألم وبالبعض بشو عمالي بيطببوا بس ما قالوا نحنا حنوقف لك شو هالدولة المهترقة شو هالدولة يلي ما ما قف فينا نعيش فيها لك حط مارح رئيس الوزر وقالنا لا مزيعب وقالنا ما أنت وين عايشة قرار الحرب والسلم بإيدنا يا عم شو هيدا يروحوا ينضبوا بقى يتركونها في الثالثين واللي بيصير بيصير مش موجودا وبياخدوا معاشاتوا وقاعدين والدولة بتحط الوزارات بتحط على النواب والنواب بيحطوها على الرئيس الجمهوري على الرئيس الحكومة ورئيس الحكومة وكلهم فاشلين كلياتهم فاشلين من أكبر واحد لأصغر واحد نعم يروحوا ينضبوا يقضوا بيوتهم لو يروحوا ينشوف الشعب الفلسطيني كيف عم بيموت وعن شكرا نعم شكرا وصلت الفكرة رح ينضم لقلنا النائب الياس حنكش على وسهلا فيك عبر صوت لبنان أهلا فيك لقلي صديق الزميل دكتور الياس يعني اليوم رح نطلب من اللي قالته يعني النواب بيحملوا السلطة السياسية السلطة السياسية بتقول القرار مش بيدنا شو نحنا قرار الحرب والسلم عنا قعدنا سنين يعني اليوم عم نحكي بالنزوح ما عنا خطة واضحة للنزوح مجرد مقرارات طلعت اليوم لوان وصلين بهالملف وليش نحنا ما عنا خطة كينت لإدارة النزوح لأنه ما في إيرادة من السلطة السياسية بدي ذاكرك ستنا أنه نحنا في 2012 وقت 2012 وقت بلشت الأزمة وبلشت النزوح يبين بلبنان كان في حكومة واضحة وكان فيها كانت من لون واحد وكان غلطان كانت بلقصة كمان الرئيس سيئاتي وكان فيها يعني حزب الله وحلسائه وقت رفضوا لا يعملوا نوفلاي زون بمخيمات حدودية رفضوا تنظيم اللي هلأ عم بناشد فيه بأنونه الدكتور ليس عن موضوع تنظيم هذا الموضوع تنظيم العمالة الأجنبية والسوريين هيدا كلهم رفض نطروا نطروا ومثل كل شي بأجل بأجل تأخر شي بتفعبو جناس وبيجعوا بنحطوا الناس قدام خيارين سيئان واليوم نفس الشي الناس تحت هيدا التقل ببلد مفلس بلد ما في أمن بلد على شفير حرب لأنه القرار منه بإيد السلطة اللبنانية وعنحكي هيدا ممارسة صار لثلاثين سنة توصلت لمحل لأنه حزب الله دمر كل شي اسمه دولة دمر كل شي اسمه سيادة دمر كل شي اسمه مؤسسات وصار هو الأمر الناهي بمستقبل هذا البلد وبقرار السلم والحرب بالتالي اليوم نحنا كل يوم نشوف إذا النواب ووزراء ورئيس وزراء بانح شفتيش وعن بقول رئيس بوزراء أنه الموضوع مش بييدنا يعني أرار الحرب والسلم مش بييدنا يعني بييد مين هذا اللي عم نقوله اليوم عمليا كل يوليموا طبيعة الحال ولكن في مجموعة اليوم من النواب عم تعمل كل شي بتقدر أنه ترجع تسترد أرار السيادة للدولة وللدولة الرسمية ولكن كمان عندك رئيس مجلس بيفتح وبيسكر المجلس وقت البدو فريق معطن رافض أنه ينتخب رئيس جمهورية تنروح على التشريع وتنروح على إدارة طبيعية أو انتظام الحياة السياسية بهذا البلد هذا كله بمال وبمال تاني مصير اللبنان واللبنانيين لقته حزب الله بكيف بيقرر يخوض الحرب أو ما بيخوضها بالتالي نحن اليوم قدام لحظة تاريخية لبنان يعني منه قادر يتصرف منه قادر ياخد قرار بمنع أو ببس سلطه وبس جيشه والتنسيق مع اليونفيل متل ملازم ومنع أي انحدار أو خليني قول انجراره لحرب مع اسرائيل واقفين نحن قدام حكومة غير قادرة بمجلس نواب مقفل بفريق سياسة معطل رافض انه ينتخد رئيس وهذا الشيء ما رح يكمل بكرة في وقفة مفروض يكون لنواب المعارضة من المجلس تتقدر ترجع ترفض كل شيء عم بيصير ونرجع نستعيد ونسترد ونحمل كل حدا المسؤوليته بيسترد قرار السلم والحرب بإيد الدولة بس نحن اليوم يعني لهلأ كدولة معملنا شيء ملف النزوح كمان له أبعاد على ما يبدو إقليمية ودولية ومحلية بالمعالجة الصحيحة والجدية والصارقة اللي انتو يعني اليوم كانوا نواب عم تعملوا فينا نعمل فرق طبعا فينا نعمل فرق اليوم اليوم عندك واضح كثير اليوم الانين حتى الموجودة اللي كثير عندنا كمان ملاحظات ولكن موجودة وبالتطبي اليوم جهاز الأمن العام هو مسؤول عن الترحيل بيقدر هيدا الموضوع يضرب بييد من حديد ويكسف هذا الموضوع اليوم الدول واضح انه وفيه اتفاقات اصلا دولية وفيه اتفاقات مع الوان اتفاقات ولبنان ليس بلد نزوح هو بلد عبور نعم ونحن ما منقدر نتحمل هذا الوزر وطبعا البلديات عندها مسؤولية ولكن اليوم اذا بلدية عملت شغلة بلدية بيتمري عملت شغلة وصار صار في عندها عدد مقبول من النزحين السوريين تب البيئة وان بروح بروح عبايا على اللي حتى هذا موضوع بده قرار مركزي هذا موضوع فيه سيادة هذا البلد هذا موضوع مع كل مع كل تقديرنا لكل الاشخاص اللي تحت الخطر اللي بعتقد لازم نقويهم او نحميهم لكن في عنا مليونين نازح سوري ببلد مقفلت اللبنانيين عم بيهجروا اصلا تروحوا يشتغلوا برا هؤلو النزحين السوريين هن نزحين او لاجئين اقتصاديين هن عم بنبشوا على عيشة احسن بيطلعوا بالويك اند على سوريا وبيرجعوا بروحوا بينتخبوا بشار الاسد وقت نكون في انتخابات نشوفهم بالجحافل بالسفارة السورية بلبنان منلاقيهم بيطلعوا على العياد وبعدهم بيتمتعوا بسفة اللاجئ وبياخدوا تعمل من اليونين هدا الشي منه بقى مقبول خلي كل بلد من اللي عم بيزيدوا على اللبنانيين بالضيافة وبتعبيروا للحقوق الانسان وبذكر الكل انه لبنان هو مؤسس بشرعة حقوق الانسان اجام شر المالك بالتالي ما حدا بيزيد علينا من بعد 12 سنة استضافة النازحين السوريين ما بقى قادرين اللبنانيين يتحملوا علينا انه نعيد توزيعهم اذا ما بدونوا يراجعون على سوريا يعيد توزيعهم على البلدان العربية وعلى البلدان الأوروبية اللي عم بتنظر علينا بحقوق الانسان نعم انا بدي اشترك عن نائب الياس حنكا جاء الله سهلا فيك عبر ازاعة صوت لبنان بدي ارجع لنائب الدكتور الياس جرادي اليوم غالبية يعني نحنا عم نستنجد بالأمن العام وغالبية اليوم الكفالات نعطط لقلهم للسوريين من الأمن العام كعمال زراعيين عم بيشتغلوا بمهن أخرى من دون استحصال على إجازات عمل مؤسسات صناعية انفتح التلقلهم ببلديات يعني كانت البلديات مش عم بتقوم بواجبها مثل ما لازم يعني اليوم هل الهجئزة الأمنية والمعنية والبلديات والمحافظين يعني كانوا ناطرين مقرارات اليوم اللي طلعت لحتى يطبقوا لقوانين ليه مطبقت لقوانين قبل طيب أو شي لو بتعطيني بس فصحة من الوقت تقامل سردية توضيحة بدأ بتديع بتحية محبة للزميل اللي بحبه جدا ياسس حنكاش إنسان رائع بالفعل ومبسطت كتير اسمعت صوته هي أولا شالي لاش مش عم تشوفوا باردكم طيب نا أنا وياه بتواصل دائما أنا وياه على التواصل دائما هي أولا شالي تاني شغلي لأشار إلو زميل حنكاش هو كمان يعني عنا نحن مسألة انفجار هلأ مسألة النزو هي إحدى الأزمات اللي اللي تورطنا فيها عبر حكومات ومعملنا شي يعني أزمة المدعين كيف تفجرت هي ممارسات وحكومات النازحين نفس الشيء التراخي والأنا التحليل الشخصي وعدم الالتزام وعنى التطبيق القوانين فإذا كل متلك كل متلك هي كانت أن حكومات لا تجيد إلا صناعة الأزمات لا تتعاطل لا تتعاطل وزيرة داخلية وعطها المقررات وحكي عن الخطر الوجود موقف خلينا نقول كل فريق عنده تفسير والزميل اللي عبي حط الملامة على مكان معين قد تكون صح أو غلط أنا لا أتبنى أي من هذه المواقف وإنما أنا عبقول خلينا نتعاطل بهالأزمات اللي وصلنا له أزمة النازحين بالرغم مضبوط في وجود قوانين كان لو طبقت موصولنا له بيمروا على الهواجز من دون أجراء قروني ما كان سيفصار سرقة أموال المدعين في قوانين لو طبقت ما كان فصار انفجار المرفأ لو في قوانين لو طبقت كنا حمال القضاء وكنا حدان الأمر هاي دي في قوانين لم تطبق لأنه حكمية وممارسة حكم لا تجيد إلا صناعة الأزمات وما كان همى لأنه كمان النواب بمجلس نواب مش محزن لأنه أبعض السرقية لم يكن أدخل مباشرة هيدا 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 أول شيء كي يحمي الشعب السوري والشعب اللبناني كي لا تتفلت إلى هذا بالشارع وردات الفعل وقد تكون عنصرية أو لا عنصرية وتصير معاركنا تصير بين شعب اللبناني وبعد شعب سوري بين ما نحنا معاركنا لمطرح تاني توجيهنا لمطرح تاني هيدا بريقى في وقف قرار وطني جامع واضح هيدا رح يصير بكرة لازم يكون قرار وطني جامع واضح يتبنيه كل الشعب اللبناني هيدا مركزه من خلال نظام هو مجلس النواب لا يمكن ألي يكون إلا بمجلس النواب هو المؤسسة الأم نحن نظام برلوماني ديمقراطي مؤسسة أم وخاصة بهالوضع هلأ المستجد بغياب كل المؤسسات حكومة فاقدة الثقة غير الصلاحية الثقة وما فيها شي يعني يتبقى في عنا بعد هالمجلس النواب بالحد الأدنى فليكن قرار نحن هيدا عم قولوا ها هي كانت روحية القانون لما نقترحناه فليكن قرار وطني جامع يتبنيه كل الشعب اللبناني برؤية واضحة وكل ما يأتي من مؤسسات وحكومات لاحقة تتبنى هذا القرار وتعمل من روحية هذا القرار هذا بيعطي طمأنة أول شي للشعب اللبناني أنت لست مستباح وأنت لست متروك وفي قرار خلص ملزم لكن طلعت المقرارات بعنا كل واحد يفسر على ليلاها لا عطى اليوم يعني البلديات وقال له إنه 15 يوم بديك تجاوبينا هيدا حرام القوى الأمنية إنه لازم فيه بطاقات تسمى مكتوم القيد لإنشاء محلات ومؤسسات تجارية على أنواع البلديات تقوم بعمل محلي ونحن معها القرارات معنا نحن مع تنظيم نحن حتى من مجتمعنا كنا عم نتعال يخي نظموها هلأ بوقت الحاضر ما فينا تنظيم بالحد الأرنى بس هذا ما بيحل المشكل حل المشكل فيه اتفاقيات عاملة لبنان الزام مع مفوضية اللاجئين بس معنا وينين معا مطباقة ما بريد يكون هاوريكوط دور بعض الوزراء وكيف عطوا صلاحيات المفوضية تقوم بأعمال غير هاي ما بريد نفوت بي زواريب هلا نروح بس أصد بس أنا أقول واضح واضح بريكون بريكون عنا خط الطريق هذي أزم يستحن مي بريد يعملها أول شيء عم نبلش بنفسنا نحن النواب أنا أنا لياس جراري عاطل مسؤولية عكتافي بريك أكتر من هيك أنا قدام كلها التخادل وقدام كلها التعامل هاون بريكون خلي الشعب اللبناني أنا بريد وصل لمطرح خلي الشعب اللبناني يسمع بريكون في هاي مسؤولية وطنية لا تقارب مع أنه صح إعطاء صلاحيات تنظيم للبليات بس هدا مش حل هدا حل آني مش إن التنظيم عنا أزمة فوق المليونين نازح موجودين بالبنان هاي ما بتحلوا بقرار بس بلدي تنظيم تب يعني مقرارات مجلسوها بشأن النزوح بتقول فيها هاي هدا مش ثغرات هايذا تعاطي على شكل تنظيم هلأ بالشكل يعني واحد عنده حرارة عبتعطي بنادول ما عبتحس للأزمة الأزمة الكبرى كيف نذهب بهذا الطوافين الديموغرافي اللي صار نحنا شفنا حطينا خارط الطريق أن يتبنى الشعب اللبناني من خلال مجلس النواب سأتا يبين كل واحد التزام ومربط خيلوا وين هو وطنك ولا محل تاني ولا هو الجمعيات وهو السفرات وهو الدعم والأموال اللي عبتجيك من الخارج بيحكي يا بصراحة اي بس تعيشوا وتفوقوا أنا هلا أجد أنا يعيشوا فوقوا حبيبت أنا ما تحمليني مسئولية تعقود نحنا لا أعطني بالبرلمان اي أنا بين بالبرلمان من سنة أنا إذا عبتتهميني إلي بهشي نحنا عم نحكي نحنا عم نحكي نحنا عم نقربنا هالموضوع لكل الضغط اللي مورس علينا لتعرفي قداش كان مخروق هالمؤسسات كلها بس تعرفيها من حجم الضغط نحنا عم نقول بس أكمل فكرتي مجلس النواب هو يمثل الشعب اللبناني أقله هذا ما يجب أن يكون عليه ونحنا بعنا طالعين من الانتخابات من سنة يتبعنا موقف واضح وصريح وعلى كل الحكمات التي تأتي بعدين أن تعمل بالدبلوماسية وبالأمن وبالعسكر أن تطبق هذا القرار نعم إلى مكتب التحرير غرفة الأخبار للإطلاع على آخر الأخبار بغزة وبالحدود الجنوبية اللبنانية متابعة لما يجري على الحدود الجنوبية أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال الذين يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود اللبنانية وأكدت مصادر مصرية لرويترز الاتفاق على وقف للنار لخمس ساعات بالوقت الذي نفت في حماس علمها بالهدنة إلى ذلك أعلنت شركة المدل إيست أنها أبلغت الطيارين بأنهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في مطار تركيا هذا كل شيء حتى الساعة أصدقائي المشاهدين والمستمعين نتابعنا هنا ويكون نقطة على السطر عبر إذاعة الصوت البنان يعني اليوم كل لازم ياخد دوره دكتور الياس الشعدي حضرت النائب كل لازم ياخد دوره يعني مجلس النواب لازم ياخد دوره المحافظين يجب أن ياخد دوره قوى الأمنية يجب أن ياخد دوره البلديات يجب أن ياخد دوره يعني اليوم أدوار متشاعبة للكل وهيذا اللي بيعمل فرق فيه اقتلاف وطني لمعالجة النزوح السوري طلعت عليه يعني مادمين هلأ فيه حدة أمور أنا إذا بتسمحيلي بس أرجع كمي للفكرة اللي أنت عقوله هذا بني يكون قرار جامع نحن لما قدمنا اقتراح القانون قدمتوا لكل الكتل دون استثناء بس ما حدا مضيع ليه بك تسأليون لش ما حدا تجرأ يحط اسمه عليا هذا السؤال بكسره إله ومش لإله بس بكرة بيقوله بكرة ببين التلج وبين المرج بكرة رح يتقدم بأرد إزم الله رح يتقدم بيوم من الأيام على التصويت العام بجرسة عامة وتنشوف مين بس السؤال لش اللي تجرأ يحطوا أسميهم على قوانين أنا سميتها ألوان قوس القزح ما تجرأ يحطوا اسمهم على هايك قضية جامعة وطنية وفيها مسؤولية هو اقتراح القانون يعني اليوم اللي قدمتوا شو بيقول بترحيل اللاجئين السوريين شاك المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين وينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره شاك أنا بس بلقلك لما أنت في عندك هيدا أسباب الموجبة الأسباب الموجبة هي واضحة لحد ما حدا يتهمنا بمطرح معينا لبنان عامل اتفاقية مع مفوضية اللاجئين نعم وهوذي الكلمات موجودين بالاتفاقية مش من عندنا يعني ما جبتوا من عندنا مش هلا بحنا نحكي عن العيوب بس قبل خلنا نتواصل نحنا اللي اخد كمان موضوع النزو على عاتقه وزير المهجرين عصام شرف الدين أهلا وسهلا بيتعبر صوت لبنان عم بيحييك يعطيك العافية شكرا لكم يعطيكم العافية نعم يعني اليوم لا خطط وطنية لا استراتيجيات موحدة لمعالجة أزمة النزوح بلبنان مش هيك حضرة الوزير عصام شرف الدين يعني حدثت بثمينة لو أنا استطيع المنح نأخذ الموضوع العادقي لأنه للأسف حكومي ما في قرار سياسي جد أن يكون في خلول نحنا كوزارة مهاجرين قدمنا الخلول ولكينا الموافقة من الدولة السورية وغطيناها بالقوانين والعراف الدولية اللي عد يحكي عننا بيتك الكريم صح فيه اتفاقية تعلق باللاجئين هي اتفاقية بالمفوضية الثانية سنة 2003 لتسعة تسعة فيه اتفاقية دولية لم نمضي عليها مضبط سنة 151 اللي بترطينا وبتخلينا نعمل اللجنة السورية مع سوريا وسوريا استجابت هاي المرة الألف اللي عم نحكي فيه خطة استراتيجية بس للأسف بس لقرار سيئتي عند الدولة اللبنانية نعرفك صريح ليش ما فيه قرار سيئتي خلينا نقول الأمور مثل ما هي ما بدأ الأمور تتخبى يعني اليوم وما تنفضح للرأي العام فيه يعني ورقة سياسية معينة فيه ضغط قليمي دولي مثل ما نحنا بنعرف على لبنان وما بده زعي للدول سوريا يمكن بتحكي عم ينقال بتقول بالعلن شي وتحت الطول شي يعني هيدا كله أخبار عمتوا دداول ما هي صحتها وبرأيك ليش ما تعالج لهلأ ومن مين وضغط تحديدا كل المزراء قلبا وقالبا موافقين على الخطة ولكن للأسف الحكومي ككل والسياسة العام للدولة الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة هي أمريكية الهواء غربية الطبع فيه وفيه ضغط كتير كوي انه ما تفوتوا بشكل جدي بهذا الحل الاستغرامات سياسية لطموح عند أمريكا للاستفادة من الملف النازحين لمقارب سياسية نعم ولكن وهذا بأكد هالشي انه انه فيه قرار بإرسال وزير الخارجية لسوريا طالع يحكي بس للنزوح الجديد وقف النزوح الجديد وما طالع يحكي بإعادة النزحين ولا بالخطة اللي حطيناها ومجرد حصر الملف بوزير الخارجية يلي أنا بكمن له كل الاحترام لأنه كبير بيسكن له صاحب تجربة بس للأسف تكليفه الوحيد لأنه السوريين بسنك ما بكت بعتولنا أمنيين بعتولنا وزراء نحكي معهم بالتفاصيل بيطبق سياسة الحكومة بيطبق سياسة الحكومة في بلود عديدة لجل تحكي فيها عودة النزحين الأساسيين ضمن برنامج ووراك التفاهم عملناها ومنبدأ بتفكيك المخيمات ضمن آلية معينة مكتوبة بشرح بكيها لاحظا تحكي بخدمة العلم تحكي بمكتومي القائد تحكي بتبادل المساجين وفيه التفاسيات تحكي ب فيه كتير مسائل بكتحكي بها بس معلش اليوم مش يعني بدنا نحكي الأمور المية يعني بيطلع عبر الإعلام وبيقول يعني هيدا قرار الحكومة سياسة الحكومة عم بيطبقه يعني أنا مش فاتع حسابي هيدا سياسة الحكومة بيطبقه بيحكي بيحكي حسب ما يمني عنده الظرف يعني بيكون هيدا قرار الحكومي لما راح على المجلس الوزراء اجتمع مجلس وزراء العرب ولم يسمحناه بوقاء كلمة وراحت على الأرشيف كان أنا بعمل بحسب الملايات الحكومة ولما نبدو ياخد قرار منفرد بيقول كل رئيس كل وزير هو رئيس جمهورية في وزارته هو هيك بالعنون يعني نعم هيك بالخطوط العريضة بالسياسة العامة بيكون هيك هو صرح هيدا كلامه من ثاني شهور على كل حال اليوم هل سوريا تستخدم لبنان لورق الضغط على أوروبا وأمريكا من أجل رفع العقوبات على سوريا تعرف في التوجه بالنسبة لمنفس المسيحين نعم نحكيت وودة الرئيس رسالة كتير إيجابية للرئيس ميكاتي تعاوا ما بتكونوا إلا مرتاحين ظن الإيلية نحنا حطينا بالعوضة التدريجية لحسب القدرة الاستيعابية تبعهم ومنها لمنطلق نحنا كسبنا ثقاتهم لمطلعنا لمنها مش هنعمل كن ترانشفر نصف مليون بشري كنا فايتين بعدد كتير مقبول ولكن مع الوقت بيصير فيه يعني بتجمع الـ 15 ألف على سنتين عبتحكي بـ 360 ألف وهم رحبوا بجلب 120 ألف مرحلة أولى بدي تكوني منطفية للتعاطي بهذا الشأن نعم وبالطيوة ببعيله بالتوفيط بكل حال خلينا ما نحكم بـ 23 طالع الوزير أبو حبيب نشوف شو بيطلع نعم تب الائتلاف الوطني لمعالجة النزوح السوري اليوم شو رح يحدث فرق لأساسي نحنا عم نشكل هيدا الائتلاف لأنه شفنا أنه فيه تلك عند الحكومة نجي نكون فيه يعني ضغط شعبي وقيادات معنية بهيدا الملاف في عنا ناس من أقصى اليمين بالسياسي لأقصى اليسار وبنا نتحرك وعم نتحرك وعم نتواصل وعمين برنانج عمل وخطط أخرى تفصيلية نعم نتمنى تستضيفيهم نعم هلأ مش قصة استضيفهم ولا ما استضيفهم يعني فيه مقرارات اللي طلعت مجلس وزارات حضرتك وزير بها الحكومة وكمان يعني اليوم لمتابعات وتدعيات اليوم النزوح والحد من التدعيات وخرق القوانين اللي عم بتصير اليوم في عنا اقتراح قانون هلأ رح نحكي عنه مع النائب دكتور اليسا جرادة في عنا الاتلافات كله كيف رح ينصرفوا إذا فيه ضغط دولي كبير على لبنان يعني يعني بيحذر لبنان من ترحيل السوريين إلى سوريا أول شيء بدل فت نظرك إنه في عندك مجلس حقوق الإنساني دي تأسوا باكلات بلاك هيدا ملف التجار بالبشر النزوح الجديد اللي عم بيثير هو ملف التجار بالبشر وفعلا بدين عمل قانون وطلب يتمزل وزرائي حالته لمجلس النواب بإنه تشريع قانون اللي عم بيثير والتجار بالبشر معه حق حضرة النائب بعدين في عندك شغلة تانية في هيدا بدي يشكل خطر وجود النوح بالبنان على الأمن القومي بداءا من أوروبا لأنه إذا انفتح البحر المناتز البحرية رح يتقذوا كتير كتير ألمانيا مش قدرة تحمل مليون نازح على أرض اللي بتعد بثمين مليون وعبتصوت على ابطائهم بالبنان وهيدا معايير مزدوجي بتحسب عليه أمين جامعة أمين جامعة العربية وين حراك تبعو وين حراك تبعو هلق بموضوع غزة اللي هو طاغي أنتونيو جوتريش أمين عام مجلس الأمن بسؤول على شؤون الأمن القومي العالمي وين حراكو بالنسبة لغزة نعم يعني فيه فيه الزواجية بالمعايير بالنسبة للأوروبية والأمريكية الكل موحظة مش معناتها أنا بتكتب كرئيس خارجية كوزير خارجية أو كرئيس مش مش وزارة أو كوزارة بعمل وش بيتي بعمل اتصالاتي فيه انتهاكات عبتصير بغزة وين أنا في اللي هي مسؤولة عن نجلة الانتهاكات لأنه نحن ما عام نحرك ديبلوميسيتنا انت بتعرف انه دولة وحدة من الدول المعنية اذا طلبت المجلس حقوق الانسان اجتمع طارق بيصير فيه اجتمع طارق انت بتعرف لدولة عظمة وين روسيا وين الصين وين الهند اذا دولة عظمة وحدة بالطالب بمجلس الامد بنعقاد مؤتمر منشان غزة بيصير فيه مؤتمر بالأسف بالأسف فيه معايير مزدوج انتهاكات بتصير اوه بأوكرانيا انتهاكاته يا لطيف وبتقوم الامن بيقطعوا الماء بيخربوا البني بغزة بيقطعوا الماء بيقطعوا الكاربة بيقطعوا طرقات مساعدات ما حدا بيحكي نعم تبا اليوم شو الخطورة المواطن اللبناني خايف من انتقال الهرب على العدود هو مجرم بحقنا نعم بحق الشعب اللبناني نحو وقتنا ما فينا نسترسل كتير يعني بس رح بريق اختصار هل اليوم من خطورة من اندلع حرب بأي حال من اندلع الحرب بلبنان ما في خطورة عم بيقل للنائب لا قليز جرادة حضرتك بالنسبة للحجود اللبنية نعم باختصار اذا سمحت لأنه انتها الوقت نعم المنوشات انا بعتبرها منوشات اللي حصلت الضيئة من المطل لا دايسي لا البهايرة لا مارون الراس لا عيت الشعب لعلما الشعب بأقصى الجنوب هي مناوشات مش اكتر والسبب واضح وصريح اسرائيل بتخاف انه اي هجوم بتعمله يرتد عليها عكسيا لأنه عندنا القدرة اليوم من خلال المقاومة انه اذا ثبت حرب وهي بدأت انه نحن نقدر ناخد الجليل بسطرة وجدة نعم شكرا لأي لك وزير المهاجرين عصام شرف الدين عندك تعليق ولا متخل مباشرة بس لو تسمحيلي حطهم في مكان اول شي شوفي كيف عم بيكون النقاش وهذا هو مشهرية النزوح السوري ازمة النزوح السوري يعني الازمة اللي وصلنا الى الغرب شو بده الغرب شو عم بيضغط علينا الحكومة شو عملت هو احنا انا بدي أقوله بمطرح تاني انا شو كان موقفنا اللي حمالتين اياها المسؤولية انا عارف شو في بالغرب وشو بده وعارف في اوروبا شو بده اللي اتفضل فيه الوزير وقاله انه المانيا مش قدي تحمل مليون ابروس قال صرفي عنا خمسة بالمية نحنا بأزمة نحنا صرنا خمسين بالمية وكل مجموعة شابة يعني اذا بدي حط لانا ترجم للمجتمع اللبناني بيطلعوا 70% من الشباب اللبناني والصبايا اللبنانية شغلة خطيرة اكتر من احنا ممتصورين وغير متعلمين متفلتين ما في المطارح يا عمي هيدا ظلم اول شي العشع النازح السوري بس هيدا كله شو عاب يعمل المجتمع الغربي انا ما بدي اقول شو بدي فيه بس انا حط ه عجنب تلك الحكومات شفت التراشق بالمسئوليات وتراشق بالمسئوليات من الحكومات انا ما بدي اجرى بس باخر حكومة انا عبقول خلينا ناخد نقطة وطنية من هلأ نبتدي نحط جميع مسئوليات هايدي مسئولية بناخدها نحنا عم نشوف بجه انا بكرر لحتى ما ظلنا نحمل بعضنا وشي بنحط بالبلديات وشي بوزير هون قرار وطني جامع يجمع بيعطي غطاء للكل كلنا منفاوثي منواجه ما يطلع عن البرلمانات الاوروبية اللي بتحاول تحملنا نحنا بتحملنا بنواجهة اذا كان عنا مشكل مع النظام السوري تفضل روح حلو نحنا عنا مصحة وطنية نعم مشكل مع الاوروبية روحكم معهم بس نحنا قرارنا واضح بليبقى لا لبسة فيه رح نحكي بعد ما ننتقل الى غرفة الاخبار والمستجدات بغزة وعلى الحدود مع لبنين رح نحكي عن المشروع القانون اللي قدمته بشأن ملف النزوح اصدقاء المشاهدين والمستمعين منتبعنا هنا وكي نقط على السطر عبر صوت لبنين مع النائب دكتور ليس جرادي اقتراح القانون قدمته ونحكي بإلى مجلس النواب لترحيل النازحين السوريين شو مجبته وليه قدمته وليه تهمت بالعنصرية كمان وما حدا مضي عليه واسمحي لي اخذ كل نقطة فيه انسأل فيهم بس اعطيني حق الرجل طوبيعهم لحتى الشعب بالفعل اول شي فيش يسمه اسباب الموجبي اسباب الموجبي والرئيسية هو في قوانين والاشار الى الوزير وزير المهجرين وكان وانا مشكوره على اضاقت وعليهم اول شي في اتفاقية مع مفوضية اللاجئين او شي تسميه نزحين تسمي انه لبنان هو يستقبله ماكسموم لمدة سنة واعادة الوضع الحلول لعدم مقاوم بالبنان لانه لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين احكينا 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 هؤلاء حاولوا يهجمونا وكذا كمان نحن ملزمين انسانيا لنكون كتير واضحين واخلاقيا وكل شي اللي عليه اضطهاد ان كان سياسي او امني يرحل ما نجد له حلول بس بالقانون اللبناني هيدا مشكلته مع الامن العام يعني هيدا ملفه يأخذ على الامن العام الامن العام بده يعطي له جوء سياسي بالبنان بده يتفاوض مع المفوضية لقيله مكان اخر هيدا هو موجبات القانون هلما بري احكي على الموجبات اللي وصلنا لها اجتماعيا صغير كله حتى ماكن يعني انت طلبت بترحيل النازحين السوري انا اترابط تطبيق الاتفاقية التي تنص على التالي انه بيبقى لمدة سنة هون بعد هالسنة بده يكون من ايد هيدا الملف لمفوضية اللاجئين وهي ان تتكفل باجاد مكان امن لانه داخل سوريا وظلا ما بتنص بداخل سوريا يكون بس انا بري حملها هاي المسئولية بري حملها هاي المسئولية وبي حمل المجتمع الدول المسئولية والمجتمع العربي المسئولية ونظام السوري المسئولية بري حمل كل الناس المسئولية انا ك لبناني لماذا ببلش تحمل المسئولية عندنا ما انا بياخد المسئولية هلا بدي ايش ايجا لحتنا ما اضل نقول التقاضف مسئوليات خلاص اوكي يعني هيدا التقاضف المسئوليات بتمنى نوصل لما ترح نقدر نحاكم نعم بس انا بتبقلوا حطيتها هيدا عكتافي وعن بيخذها عكتافي بالرغم كل التهاجم وكل الضغطات بس اضربت من بيت ابيك من بيت ابيك مش اول مرة بس قليك اضربت من بيت ما حدا مضي عليه ما حدا مضي عليه وهربوه وهربوه هنه هربوه كمان انا بس حطيتوني للمناقش الى بعض النواب يوجهنوا الخير مش بس يعني تاني يوم لقيتوا بالصحف ولقيتوا بواقع التواصل والتهجم والفاشي ايه لاستقل لك شالي لتعرفي قديش هو اللي كنت هتقولي ضغط الغربي هو بالفعل في ناس مستفيدين وكل الشعب الليبناني بيعرفهم ويسأل عنهم مين اللي عام الجمعيات عم التاجر على الشعب السوري اللي قال عنه ساعدت الوزير اتجار بالبشر صارت اتجار بالبشر نعم بالانسانية والبشر صارت اتجار في ناس في ناس بيستفيدوا مديا بعبر الجمعيات في ناس عندهم ارتباط بقرارهم مش بييدهم في ناس ما بيتجرقوا بيخافوا محابات للغرب وغير الغرب مش مسترجين ياخدوا قرارات هذا بفسر لانه لما عطيت القانون لكل الكتة اللي حزت شركنا يحطوا اسمائهم اللي يعطيه قوة اكتر كلهم موافقين بس كلهم ترددوا يحطوا امضاءاتهم فيش الاربع نواب بس تجرقوا وانا هاودي بعطوهم وسام شرف بهالموضوع مش لانه بس هاودي كان عندهم الجرأة يمتلكوا قرارهم بييدهم بغض النظر يعني هاودي لم يخدوا على اي ابتزاز اي بس يعني شو خزوز اليوم يصير هالاقتراح القانون قانون انا لكن قد يجد طريقه او لا يجد طريقه مهم بس اذا ما وجد طريقه فليعلم الشعب اللبناني وفليعلموا اهل رماش وعين قبل مين اللي تعجر فيهم نعم بس انا هايدا بدي قولها حاش يشبعوا الناس خطابات شعبوية على الاعلام تفضلوا قوموا بمسئولياتكم حطوا الاوانين وصوتوا عليها وطبقوها وحاقوا اشتبيعوا وشعبكم شعرات فاهية شعرات واهية حاش تقولون نحنا ونحنا ونحنا وبس يجل للامور ما بتسترجو تحطوا اسمكم على اقتراحانون هلقات بدي قول نعم هالا اهل رماش واهنا على القبل اهل رماش ما على رئيس بلدية رماش ميلاد العالم على الخط مباشرة يعطيك الف عافية نحنا كنا بايتدويرا حين على رماش النهار السبت وصار اللي صار ما قدرنا رفع اه ليه ما رختوا عرماش السبت لانه صارت الاستشهاد الصحافي وكنت صار عن رماش ومبارح صار في ضرب عرماش كمان الغينا زيارتنا عرماش نعم شو خبرنا يعني اليوم داخل الرماش شوان بيصير اه اول شي صباح الخير ولألكنا صباح الخير اول شي دكتور نحن اول شي ما نسمح لحد يتجر فينا نحن شعب اه اول شي خلقنا عنا كرامة ومنموت عنا كرامة ما نسمح ولا لأي شخص يتجر فينا ولا ولا يعمل صفاءات على حسابنا ولا على دهرنا نحن تحملنا كل الحروب اللي قطعت وكل المشاكل وكل كرايجس ايكونومي اللي مرأت على البلد وما ما نطرنا مني من حدا ولا حدا اجوى في حدا نحن فمنشان هيك بالموضوع خاصة بموضوع النزوح السوري يعني شو عملت انتم والناس حين صار فيه اشكالات يعني اليوم بينكم وبين النزوح السوريين اكيد لانه اليوم اليوم وقت النازح السوري بدي يعمل نزوح حكسي وطالما هو ثالل من بلاد ومن الحرب كيف عم يكيب تحيله على الحرب وعلى الجبهة وعلى تحت الاصف عفوا كيف عبيجيو على البناء ازلني عنده الازمة عبيجيو عم اجتمع ازمة اكبر ما هيدي سألناها ببداية الحلقة نا هو هربان من الحرب شو جاي يعمل بالحرب كيف كده تحيله على جبه حرب طويلة عريبة واصف عم ينزل هو عم يكيب تحيله تحت الناس نحنا من المايدة الانسانية اول شي فكرنا بهذا الموضوع رجعناهم فما يكيبوا حالهم نحنا اتعرضنا رجعتوه الوين للبلدات اللي نزحوا محل ما اجوا محل ما اجوا صحيح اه وهيدي الموضوع عنده متشعب اول شي هالجماعة شو جايين يعمل وليه جايين وليه قرر الوقت اللي بلشت الحرب يجوا يفوتوا بهالعداد يعني فيه كذا سؤال بيمسأل وين الكوة الامنية يعني مش هل اللي عم نسأله من زمان وين البلديات يعني اليوم البلديات سلطة محلية يعني اليوم فيه ناس بتستأجر ما معه اوراق ثبوتية فيه ناس عندها مكتومي القيد كمان بيعملوا اللي بدونيها بهالورقة وين البلديات كمان البلديات مش معظمة فيه بلديات كانت حاضرة الحرمامن عمام بس فيه بلديات هذه الشغلة الوحيدة اللي عم تنطرح بوسائل الاعلام هي مش مضبوطة وين البلديات اليوم احنا مش يعني عمنا دولة ماري بس سلطة محلية البلدية عندها ثلاث البلدية عندها ثلاث اربع شرطية اليوم اذا معاني الوزير او حيالة وزارة عم تعمل اه تعامين وبيانات حضرة على ورق بدون تطبيق هيدا هتخسبكم بعد خمسة عشر اليوم يكبولنا للبلديات 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 ما في ولا ولا دركة من مخفر بيطلع ولا عسكري من وزارة من مخفر بيطلع كيف المنطقة ده في سرايا وفي كتايب وفي كل شيء بالجنوب بس اذا انتو ما طلبتوا انتو عم تطلبوا يعني لما انتو ليه نحنا طلبين رسميا بمئة الف كتاب رسمي موجود عندهم وما حدا نتحرك ما حدا نبيعزر البلديات كيف البلديات بدا تقوق اذا السورية اكتر من عدد السكان بس ما شفناكم اعتردكم على المقررات اللي طلعت نحنا اعتردنا ونحنا وجهنا كزا نداد وسائل اعلام انه هون التعاميل مش مش بس حبر حبر على ورق نا لانه اليوم اذا اليوم في عندك فصيلة طويلة عريضة في منتج بال عم عدي اكزامبل لانه نحنا فوق وعندك سريع تصور وعندك مغافر وكلمة التسلي بحدها بقالها مش همي انا وما عندي محل وفي اكتزاز وفي مدرشوق هايدي كلها هايدي اللصص كلها مدبرة مش والله بنت اليوم في تعليق في تعليق من النائب دكتور الياجرار دي تخلق اوشي تحية لبلدية ترماش والرئيسة البلدية ولكل القرى الجنوب والشريط الحدودي اللي هلأ هو صامد انا معه مية بالمية هذا تقاضف المسئوليات وحطها على البلديات شو تقدر تعمل البلديات كيف عبتحطوها على البلديات وهني يعني بلديات نماذج البلديات الناجحة هي رماش بلتأمن الكهرباء بلتأمن الماء بلتأمن وبتوقع بضل بالنزوح السوري يصير عندها السلطة واذا صار فيه مواجهات هاي مسئولية قانونية للدولة اللبنانية بتتبنيها بتعطي تعليمات المعابع فيه كمان البلديات شو ادريم ناخده هلأ موقف بلدية رماش وعند قبل وغيره من القرى على الحدود وتحت الضر شو قديني ياخده مواقف هايذا كبع البلديات تهروا بمسئوليات انا هاي ما علاش رئيس اذا كنت عبتسمعني انا ما عبقول عنكن بس كنت عبقول خلي الشعب اللبناني يعرف مين كان عبتاجر فيه ما عبتو توجه لفئة معينة كنت عبتقول انه كل الدولة اللبنانية تخاذلت واشبعت يعني خلينا نحكي بشكل عام عن كل يعني اليوم اذا بدك تستأجر المحل وما عندك اوراق سبوتية وما عندك شي يعني مخالف لقوانين وهيك ما بتقدر البلدية توقفه ما تخليه تعجير يعني هايدي عوارض المرض وليست المرض المرض فيه النزوح فيه طوافين هائل قد ينفجر برماش بعنقبل بكرة بالأشرفية بعد بكرة بالبقع بعد بكرة بالضحي سوف ينفجر بأماكن كتيري نعم خلينا نعطي الرد لرئيس بلدية الرماش من رد العالم وبعدين بدنا نعطي الحلول حضرنا دقتين للحلول مين معي؟ أنا اليوم أنا اليوم طبقت طبقت القانون طبقت التعمين الضرع مع الوزير الداخلية وين راحوا السورية اللي أنا شلطن والمرماش وهم يروح نعم بين السنة من شو المعيار بدون يتعتمروا الدولة شو الطريقة كيف بدون يرحلون أنا كلهم شلطن طبقت التعمين راحوا ضايعتيني شو عملت أنا معملت شي نعم يعني اليوم أنا أنا بكون معمل شي طالما أنا طلبت لأنهم بضايعتي وما وما راحوا ما ترحلوا هم الشرعيين يعني أنا بكون معملت شي بس في بلديات من قبل عم بتطبق لأوينين ويعني ما عندها مشاكل بخلق قريطة هيدا اللي بدنا نقول لو ما لاش ما تحملون أكتر ما تبيحمل لو أعملوا من البلدية وحطوا بس وعب ياكي بس وعب ياكي باتا يخوص فكرتون نجعل عندك نعم نطع الخط بيننا وبينون احنا مش عم نحمل عم نحكي بشكل عام في بلدية نظمة في بلديات عملة اللي عليها يعني ما فينا نقول ما تحملوا هدا ما تحملوا هدا ما تعالية إذا الفوقâr Out فوق شالتهم هالبادي ما لا يعنيون على مطرح تاني بس رحوا على بلديات ما رح أبلدة تاني ما لا يعقل بدن Ot هدا لا يعني ما نصور الأمور وكأنه صوت البلديات هي المسئولة وعب إحاول نحمل أو مجرور أكتر لل expert ومعالج المرض ومعالج المرض بحد ذاته. هاو بريب اهو نحنا شغلنا. طيب يلا تفضل شو كبيرنا نعايش هلا وصلنا له. انا نحنا بشوف الاخراج هايدي ومحمل المجتمع المدني اللبناني والمحل اللبناني التي قد يتفلت الى مواجهات ومواجهات مضادة هايدي حتمية اذا بقينا هيك. نعم. بدل نحنا قلنا تبني موقف وطني واضح ولا يمثل هذا الموقف الوطني الواضح دستوريا وقانونيا هو مجلس النواب. لحتى لا نتقاضى في المسئوليات. مجلس النواب يرتكز الى قوانين لبنان عقيدة مع المؤسسات الدولية التي تعنى بهذا الشأن. ويعطي الحصان الى كل الحكومات لحتى ما نشوف التراشق بين الحكومات. بين حكومات متعاقبة وبان بنفس الحكومة عمشوف عمشوف اختلاف وجهات النظر بين الوزراء كلهم يفسروا على ليلا. وعلى هوا. لا بريب اقرار واضح المعالم يخرج دستوريا يخرج على المجلس النواب ملزم هايدي. وملزم فيها تحتال عليه في قوانين كتير ما بيصير فيه الى مرسيم تطبيقية بالقوانين. بس من يبقى في عنده انطلاقة من مجلس النواب ان تجمع كل الكتل النيابية ان تجتمع حول هيدا القرار. ساعة الحكومات كلها مرزمة وبرسفيلها مرسيم تطبيقية. واكثر من هيك انا بدي اقول خلي يبان التلج اي يدوب التلج ويبان المرش. خلي يعرف مين بايد ان ناخد خطوات عملانية. فعالة من اجل حماية النازحين السوريين لاحظة ما يفكرون او نحن غير انسانيين ونحن عم تآمرها. لا نحن مع حماية النازح السوري ومع حماية المجتمع اللبناني. حماية النازح السوري. متفضل في زميلي. مضبوط. اذا هو بمأزق. وقاله كمان رئيس رئيس بلدية رماش. لو هو اذا انت جاي من بلدك نتيجة ضغطات اقتصادية وامنية. كيف عبتجي اللي عندي وانا بهالازمة هيدا. خلي المجتمع الدولي هيدا يتحملها. انت عبتدفعوا بهالنازحين من اتون حرب الى اتون فقر وحرب وتفلط. هل تحرك مجلس النواب والنواب رح يعمل فرق؟ هيدا السؤال بتجيب عليه الايام اللي جاي. الايام اللي جاي. مضبوط. نقطع السطر. ان شاء الله ان يلتزموا الجميع وحاش يبيعوا شعبون اوهم. شكرا لك النائبة دكتور ليس جراضي لهم تنتهي حلقتنا اصدقاء المشاهدين والمستمعين. الى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة. اشتركوا في القناة